رئيس التركي رجب طيب أردوران في أزمة حيائية مع الشعب التركي اللي بدأ يصحى على واقع مغيرة خلاه يفقد الثقة فيه اللي تابع تصريحات رئيس التركي خلال الخامس سنين اللي فاتوا تحديدا حيلائي نبرة التهجم والعداوة هي السائدة في تصريحاته ولكنه تراجع عنها بشكل ملفت للنظر وده يحط علامات استفهام على عقلية أردوران السياسية لذلك أزمة أردوران والواقع المغير والعقلية السياسية اللي بيدير بيها أردوران المشهد السياسي يستحقه التأمل والتحليل السلام عليكم إقالة الرئيس أردوران المفاجأة لرئيس هيئة الأحصاء التركية عملت فجوة ما بين الرئيس والشعب التركي فالإقالة تمت مباشرة بعد نشر المكتب لبيانات قالت إن نسبة التدخم في تركيا وصلت لستة وتلاتين في المية وهو المعدل الأعلى من سنة 2002 مش بس كده المعدل ده بيعني إن معدلات النمو اللي حققها أردوران خلال سنوات حكمه وكأنها ذهبت أدراج رياح علشان يفوق الشعب التركي على واقع السياسة الاقتصادية اللي طبقها أردوران المعتمدة على المثل الشعب اللي بيقول احيني النهاردة وموتني بكرة نظرة اللي اعتمادها على الاقتراض ونسب الفايدة المتدامنية والخصخصة الغير مدروسة ونسب النمو المرتفعة على حساب عجز الميزان التجاري ومتطلبات الإنتاج من مواد أولية وطاقة إلى آخره وسبقوا اتكلمنا بالتفصيل عن حقيقة الاقتصاد التركي ومواطن الخلل فيه في الحلقة دي أتمنى ترجعوا لها وحتلقوا فيها حقيقة أهمة وصادمة عن الاقتصاد التركي وإدارة أردوران لهذا الاقتصاد اللي تسببت في اللي بيحصل في تركيا دلوقتي من أزمة اقتصادية طاحنة وبرجوع لإقالة رئيس هيئة الأحصاء التركية فمن الواضح أن الرئيس أردوران ما كانش معجب بالبيانات اللي أصدرتها الهيئة وخصوصا إعلان نسبة التضخم اللي بلغت 36% مع العلم أن بيانات أخرى من هيئات مستقلة بالإضافة لبيانات المعارضة التركية أكدت أن نسبة التضخم في تركيا أكبر كمان من نسبة 36% اللي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية واللي بسببها قرر رئيس التركي إقالة رئيس الهيئة في قرار يرى مراقبون أنه سيزيد في نعدام الثقة في البيانات الرسمية بالبلاد أقال رئيس التركي رجب طيب أردوران رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم نشر السبت بعد نشر الأقام السنوية للتضخم وقبل 18 شهر من الانتخابات الرئاسية وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36 واحد من 10% وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما قال سعيد إردال دينجر أمامي مسئولية تجاه 84 مليون شخص موضحا لصحيفة الدنيا الاقتصادية اليومية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة هي دي أزمة السقة اللي بنتكلم عنها فالشعب التركي أدرج دلوقتي أن رئيس أردوران بيمارس نوع من الغش أو خلينا نقول إخفاء للحقيقة فرئيس الهيئة المقال وزي ما سمعته بيقول أنه بيشعر بمسئولية تجاه 84 مليون تركي وبيرفض نشر أرقام مخلفة للحقيقة وده بيثبت أن رئيس أردوران وأركان حكمه بيسعوا إلى نشر بيانات كاذبة عن حقيقة الاقتصاد التركي وده اللي بيخلي الشعب يفقد الثقة برئيس أردوران قبل 17 شهر تقريبا من موعد الانتخابات القادمة لذلك الرئيس أردوران بدأ يطلب العون ويمارس سياسة التناقض اللي كانت ولازالت السمى الأوضح في سياسته وده بيقودنا العقلية أردوران السياسية وتقلب مزاجه في العلاقات الدولية فهو من تقرب للشعوب العربية من خلال إعلامه خصوصا خلال الخمس سنين اللي فاته بشعارات العداء لدولة الكيان على حساب تخوين دول عربية محددة وهي مصر والسعودية والإمارات فاستيقاظت هذه الشعوب العربية اللي فكرت أن أردوران هو محرر فلسطين استيقاظت على سعي أردوران للتقرب من دولة الكيان بشكل أقل ما يوصف بأنه فج وطبعا ده من أجل طلب الإعانة من دولة الكيان لإصلاح ما أفسدته سياسته الاقتصادية في تركيا وفي إطار العقلية السياسية المتناقضة لرئيس أردوران فقد قينا لدولة الإمارات والقيادة الإماراتية نصيب كبير في السياسة العدائية لرئيس أردوران بواسط التصريحاته وإعلامه ومع ذلك فأول مناسبة لاحت فيها فرصة التقارب مع الإمارات من أجل إنقاذ اقتصاده ارتنم أردوران هذه الفرصة وتقارب مع الإمارات بشكل كبير خصوصا بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لتركيا والحفاوة اللي حظيت بها الزيارة ده بالإضافة لزيارة مرتقبة حيقوم بها أردوران للإمارات وكله من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار ونفس الخطوات بيسعى أردوران لاتخاذها مع مصر والسعودية وكله في إطار إنقاذ اقتصاده المنهار وترميم علاقاته الإقليمية اللي أفسادها هو بنفسه مش حد تاني لذلك وكخلاصة للكلام يا سادة يا كرام بقت فيه فجوة نعدم ثقة ما بين الشعب التركي ورئيس أردوران بسبب تأكد الشعب التركي إن الرئيس بيسعى لإخفاء أرقام وحقائق عنه بعد إقالة رئيس هيئة الإحصاء وبسبب التقلبات المزاجية فالعلاقات الدولية لرئيس أردوران بأوضح جدا إن السياسة الخارجية التركية بتخضع لتقلبات مزاجية ينفرد بيها أردوران فشوية يعادي ويعلي نغمة العداء وبعدين ينقلب على نفسه ويسعى للتقارب مع اللي عداهم متهجم عليهم وده طبعا بيؤثر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي لأنهم بيخافوا على استطماراتهم اللي ممكن تقع ضحية التقلبات المزاجية لسياسات أردوران سواء الداخلية أو الخارجية وكل الحاجات دي بتحصلوا قدام أردوران أقل من 17 شهر لحد معادل الانتخابات القادمة في ظل تصاعد سقط المواطنين الأتراك بسبب الظروف المعيشية الصعبة اللي بيعانوا منها فكان لازم لأردوران الهروب من المشهد لبعض الوقت مع استعطاف سزج الشعب التركي من خلال ادعاء إصابة أردوران بالكورونا أردوران بيحاول يهرب للأمام ولكن أعتقد أن موقفه بقى صعب جدا وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته